موسيقى موسيقى الابعاء الاولى في تونس هذي فسرناه مليح المنهجية اللي تعملت بها الحكومة القرارات اللي اخذاهم رئيس الحكومة مهمش صايبين شوفنا عمره ما تشاور معنا وعمره ما تحدث معنا اليوم اسمعني انا اليوم مونيشي فرحان لاني كنت نخير اليوم تونس تخرج بحكومة ولكن نحنا ما نجموش نكونو شو هدازور كيما قلت اليوم الصباح ما تنجمش حزب ياخذ 25% برك من البرلمان وبعد ياخذ رئيس الحكومة رئيس البرلمان ويحط 80% من الحكومة هذي مش هو الشاركة البلاد اليوم حشتها بش تكون بتوافق اليوم البلاد ما حشتاش بتغول اليوم حسينها رواحنا احنا فما تغول فما منهجية مش باهية فما وزراء شفناهم فما يشتحيد وزراء السيادة هذا الكل جعلنا منهج موش ناخذ القرار هذا هذا قرار تاريخي مصيري منهج موش نسلمو نحنا البلاد كيفش نقوله المغامرة خاطر هذي مو غامرة الحكومة هذية ما نعرفش اسئل الحزب المكلف اللي ربح الانتخابات اللي اختار الشخصية هذية واختار المنهجية هذي تعتعامل مع الحزاب الأخرين هذي موهيش مسؤوليتنا احنا منهج مش نلبسوا مسؤوليات أكبر من مسؤوليتنا نحنا عباد مسؤولين نحبوا بلادنا ولكن باش نعطيه شيكون بلون الحركة النهضة ولا الحبيب الجملي مش معقول موناش مقتنعين نعطيه قال شنو قال كيما يقوله منها تشوي ومنها تكوي ولكن مش مسؤوليتنا كان نخلاونا كان نخلاو للسلح مكان احنا شقلنا عبنا ما قلنا مصوتوش على الحكومة عطيناه مهلة قلنا له أعمل التغييرات اللازمة حيد وزارة السيادة نحنا لنا نلوجه في حقائب لنا نلوجه في بلايس كيما شفت حتى شخص مننا من المكتب السياسي ولا من الكتلة ما طلب بش يدخل في الحكومة هذه احنا نحبوا نجيبوا كفاءات نحبوا نشوفوا انه تونس نسلموها في ايدين امنة في واحد ياخذ الادمان ووصلها البر الامان هذا مش موجود اليوم وللأسف يعني خطرنا مش فرحة نرى اليوم مش فرحة هي احنا اليوم حزانة على تونس ولكن حقهم حقهم يحسنوا الاختيار حقهم خموا مليح يختاروا الشخصية اللي تنجم تقود المرحلة هذه المرحلة صعبة ياسر بلادنا في خطر لدينا حرب على الحدود ونحنا نختاروا شخصيات عليش خطر لنيتنا التغول ولا لنيتنا ما عنت فهم حسابات ليمون مش حسابات يخموا على البلاد نحنا كما قال الله يرحمه باجي قاية سبسي مصلحة الوطن قبل مصلحة الأحزاب والحسابات الضيقة طلبنا منهم بش نكونوا شركاء طلبنا منهم بش نحكيوا معاهم طلبنا منهم بش نشاركوهم في البرنامج طلبنا منهم بش حايدو وزارات السيادة ما نجموش نعطيو شي كامبلون نحنا بش حس بي نجم يتوغل هكك في البلاد ولهذا نحنا ان شاء الله كما نقولوا الفترة الجاية تكون أحسن والعباد تتفاهم وتحط يدر لا ما عنديش أنا هذي بنعرش هذي حكاية أخرى دستورين مش تتعدى لحاجة أخرى كان ما تعددش لحكومة ربما تتعدى الحكومة غدو احنا معناش احنا احنا نعرفو خذنا قرارنا ما نعرفوش القرار تعالكوتال الأخرين ولا الحزاب الأخرين أنا ما نقولش نطيحوا الحكومة أنا قلت نحنا ما نش نمنحوا ثيقة لحكومة كان الحكومة تتعدى هذي مش مش مشكلتنا